أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها عصب التنمية في البلاد وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخدوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلى نفق الأزهر وكذلك ربط نفق الأزهر دخولا وخروجا بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخدوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد